إذن بين يوم بروكسال الدموي وإعلان مسؤوليتها عن نصر أمني قالت إنها حققتها بإلقاء القبض على المتهم الرئيسي في تفجيرات باريس أربعة أيام فقط توقيت وتسلسل يدفع بأسئلة كثيرة إلى الواجهة فالمعتقل صلى عبد السلام هدد وبثقة غدت اعتقاله فورا بهجمات ستنفذ في بروكسال وبكل تأكيد فإن هذا الرجل يعتبر كنزا للمعلومات للاستخبارات البلجيكية والفرنسية لأنه سيكشف كثيرا من الخيوط التي تمتد من بلجيكا إلى فرنسا مرورا بتركيا وغيرها وصولا إلى سوريا اهتز كل شيء في بروكسل فغبار الانفجارات لم يغمر القاعات المستهدفة فحسب بل أطبق على نفوسي والشوارع حجنا وهلعا قبل بضعة أيام أطلت الوجه الحكومية ذاتها على البلجيكيين معلنة بفخر عن توجيه ضربة موجع للإرهاب وقياداته لتنقلب الصورة رأسا على عقب في الإطلالة هذه هو يوم أسود أقرت الحكومات الأوروبية وما يجده سوادا أن هجماته نفذت من داخل أماكن من المفترض أنها الأكثر تأمينا وحماية حقائق لم تتوقعها أجهزة الاستخبارات البلجيكية هي نفسها التي لم تتوقع لأشهر بقاء المتهم الرئيسي في تفجيرات باريس صلاح عبد السلام في شقةه القريبة من شقة أهله وعدم مغادرته حية وذلك على الرغم من وجوده على رأس قوائم المطلوبين ألقي القبض على صلاح عبد السلام يوم الجمعة الماضي في مولنبيك في بروكسل بعد أربعة أيام فقط تهتز بروكسل في تفجيرات انفجرت أسئلة كثيرة فهل هي انتقام على اعتقال عبد السلام أم تنفيذ لمخططات سابقة؟ ومن بروكسل هل من خيوط قد تربط بين منفذ هجمات باريس وعواصم أوروبية أخرى؟ تحقيقات استخباراتية ألمانية كشف عنها مؤخرا تحدثت عن خلايا نائمة يقودها عبد السلام في ألمانيا والنمسا نتائج تلك التحقيقات أشارت إلى زيارات متكررة قام بها عبد السلام على مدار أشهر ماضية إلى معسكر أوليم للاجئين جنوبي ألمانيا حيث شجلت رفقته لثلاثة لاجئين سوريين اختفوا لاحقا النيابة العامة الألمانية كشفت أيضا عن تنقلات مكثفة لعبد السلام في أرجاء ولاية نورد راين حيث كان يقيم لفترات مؤقتة من دون التسجيل في دوائر السكن بيانات كاميرات المراقبة والتي كشف عنها تتحدث عن صور التقطت لعبد السلام عابرا للحدود النمساوية بصحبة عدد من الأشخاص في سيارة تحمل رقما بلجيكيا حينها لم تستوقف السيارة وأصحابها القادمون من ولاية راين الشمالي أحدا تؤكد التحليلات الألمانية أن الإجراءات الصارمة دفعت بعناصر التنظيمات المتشددة لإعادة النظر في ترتيباتها بهدف الخلاص من الرقابة ونقل نشاطهم في ألمانيا من برلين إلى راين الشمالي ومنها إلى سويسرا والنمسا في طريق يفتح أبواب أوروبية كثيرة كون الولاية لصيقة لهولندا وبلجيكا ولوكسنبورغ وهي أقصر المعابر إلى بريطانيا وفرنسا سيناريهات كثيرة تبقى قيد التحقيق وتكهناته إلا أن ما هو مؤكد أن الإرهاب بات عابرا للحدود ولا يعترف ببواباتها أو بوابيها معنا من إسطنبول الخبير الأمني مراد شيتنار مساء الخير سيد شيتنار أنت من الذين حذروا من سياسة التساهل لعبور عناصر داعش المتتشددين من وإلى تركيا هل ما حدث اليوم في بروكسل وقبله في إسطنبول كان من ضمن المخاطر التي توقعتها لست أنا وحدي الكثير من الذين يعاشوا في تركيا قبل كشف أزمة الفساد في الحكومة كان هناك أمن ومخابرات وشرطة تعمل بشكل ممتاز في تركيا تراعي الأمن لكن مع الأسف بعد أزمة الحكومة مع أزمة الفساد الحكومة بدأت تخشى من الجميع تخشى من جميع أجهزة الأمن وبدأت تطرد الكثير من رجال الأمن في كثير من النقاط المهمة مما أصاب أجهزة الأمن بالشلل وبالتالي أصبح الأمن موضوع سياسة داخلية لم يعد مركز أمني وبالتالي لا يمكننا الحديث عن وجود شبكة أمنية لتحمي تركيا من هذه الهجمات ومن هؤلاء المهاجمين لكن يجب أن أشير أيضا إلى أن أوروبا تشير إلى أن كل منهاجمها جاء من تركيا ومن سوريا وهذا غير صحيح أوروبا أيضا مسؤولة إذن هذا سيجعل الثقة في تركيا أمرا صعبا بعد هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ما رأيك؟ نعم هناك أزمة ثقة أنا لا أستطيع أن الحديث عن السياسة الخارجية أنا مسؤول في الأمن ومسؤول عن محاربة الإرهاب هناك مشكلة فعلا في التنسيق بين تركيا وأوروبا أوروبا تنظر إلى تركيا على أنها حدود مع سوريا والعراق الحكومة التركية كان لديها مشاكل داخلية وبالتالي عجزت عن حماية حدودها مع سوريا والعراق بسبب سياسة الحكومة ضد أجهزة الأمن لكن أيضا أوروبا بين مزدوجين عندها مشكلة مع المسلمين الذين يعيشون على أرضها ولديها مشكلة مع اللاجئين الذين يأتون من سوريا والعراق وتتعامل معهم على أنهم صفقة صفقة سياسية دخلت فيها مع تركيا ومع الأسف هذا أمر سيء ولم يكن هناك الموضوع الأمني في الحسبان والمشكلة أن هذا العامل حول العلاقة مع تركيا بالاتحاد الأوروبي إلى صفقة تجارية فقط هل أولوية أنقرة برأيك سيد شتينار في إسقاط النظام السوري جعلها تنسى بأن هذه النيران عاجلاً أم آجلاً سترتد عليها هذا الموضوع يتم نقاشه بشكل كبير في تركيا مع الأسف منذ عدة سنوات عندما كنا في بداية هذه الأزمة كانت الحكومة دائماً تقول رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان يتحدث بصوت عالي بأنه سيسقط الأسد وسيتم إسقاط الأسد بكل الوسائل الممكنة وبدأ بيتحدث عن مشاكل الأسد ونظام الأسد لكنه استخدم هذا الموضوع للسياسة الداخلية وبدأوا يتحدثون عن دخول الجيش التركي إلى دمشق في ثلاثة أيام وكانت كثير من التصريحات غير المسؤولة في هذا الموضوع ويعيشون في خيال كبير في هذا الموضوع وكان لهذا كثير من سلبياته نحن أيضاً أنا كمواطن أعتقد أن الحكومة تعيش سياسة خيالية بالنسبة لسوريا وهذه السياسة لها الكثير من التبعات الأمنية والمشاكل نلاحظ أن الأسد بعد خمس سنوات لم يسقط نظامه وإنما زاد قوة وزيادة قوة نظام الأسد ترتد علينا عكسياً نحن في تركيا أمنياً وكنا بإمكاننا أن نتعامل بشكل أفضل مع هذه الأزمة وأن نتعامل معها أمنياً لكي نمنع كل ما حصل من اعتداءات أمنية شكراً جزيلاً لك مراد شتنار الخبير الأمني من اسطنبول